أهلا وسهلا أختنان سنت معانا على الهوى أهلا بك أسيس يا حضرات تمام تمام نشكر رب تفضلي السؤال بيطرح نفسه كثيرا مع بعض الإخوة ولسيما المسيحيين بالذات تلاقي الواحد يسأل هو ليه ربنا بيديني مرض؟ هل هو المرض من الله؟ وتلاقي كل اللي عنده مرض وملقلوش حل يقولك إيه ده ربنا بيتهرني ده ربنا بيختارني عايزين بعد إذنك أسيس ترد على الجملة دي لإنارة العقول لأن حاشا أن يكون المرض من الله أنت جوابك طبعا عارف حكاية بولا بنتي وغيرها كتير لكن لازال السؤال ولازال إبليس بيعمي أذهان الناس ويسألوا هل المرض من الله؟ بعد ذا أكد لك من كلمة الله المرض إحنا قلنا يعني لمجد الله في بعض الأحيان كما قال يسوع مثلا إقامة العازر يا سيد لو كنتها هنا في أكتر من هيك حزن قال يسوع هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به قال يسوع أعمل مدام نهار أعمال أبي مرات المرض بيكون تقديم للناس اللي بتتساهل في حياة الخطيئة فإذن النتيجة واحدة أسباب المرض هو مش من الله مش من الله في أحيانا منحصد وبعدين المشكلة إنه كل المناخ الروحي ملوث بدنا نطهر المناخ يا أخت نانسي المناخ في شمال أمريكا في الشرق الأوسط تخايلي تصوري أنا يعني شيء عجيب غريب بتركوا يسوع المخلص الشافي وعم بتبعوا ديانات وأنبياء يعني في أكتر من هيك ظلمة في هذا الوجود يعني لو الناس بتمشي حسب يسوع أنا بقول الأرض كلها بدها تتشفى محتاجين نهضة اللي تنظف الأجواء الروحية اللي تلمس الأجساد والنفوس والأرواح وأنا لا أقلل من هذا الموضوع الله يساعد في ناس عم بتمر في ألام لا يستوعبها الإنسان أنا مش بقلل ولا مجرد برمي حل يعني ولا عاوز إنه أجيب الله في الموضوع كعلاج لا لا في أمور أنا محتاج أتغير عشان أشوف الصورة أوضح ولكن في شيء في المسيحية اسمه أمل نعم في رجاء بظلني أصلي لحد ما الله يستجيب فإذن في صلاة في إيمان في قراءة الكتاب المقدس أرسل كلمته فشفاه بقداسة بصير في قداسة لأنه ده عامل كبير جدا وفي القداسة كله يعني وأنه يكون الوضع في الكنيسة الوضع في الكنيسة كنيسة مقدسة لما تصلي الله بيجري المعجزات في داخل الكنيسة وعلى فكرة أنا بشكرك على هذا السؤال ورح نخصص له حلقة حلقة خاصة لهذا الموضوع لأنه فيه تساؤلات كتير حول هذا الموضوع شكراً كتير والرب يباركك رب يباركك أهلاً بك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر